الحقيقة مباراة في منتقى الاهمية ورد نادي الزمالك مع طلاع الجيش دائما وابدا طلاع الجيش بيبقى يعني في ندية شوية في لقاءاته مع نادي الزمالك ولكن ان شاء الله النهاردة يكون التوفيق محالف لفريق نادي الزمالك مباراة مهمة عارفين احنا بننافس على بطولة الدوري عام التالت على التوالي لو خدناها استنادي حيبقى ثلاث سنين واربع منتهى منتهى طبعا الجمال انك انت تتخدها لأول مرة في تاريخ النادي ثلاث سنين واربع برغم الصعوبات والعراقيل والحاجات اللي بتحطي في نادي قدام نادي الزمالك علشان المسيرة تتعطل ومسيرة توقف ولكن نادي الزمالك بإدارته برأس المشامر طورة منصور ومجلس الإدارة المحترم بجماهيره العريضة في كل مكان في مصر وخارج القطر المصري بيسنده فريق القورة وبيسنده نادي الزمالك ونادي الزمالك غني بلاعبيه وايضا بكل انسان بيشتغل داخل نادي الزمالك نادي الزمالك يا جماعة قلعة كبيرة جدا جدا وكل من يحاول او تساول له نفسه انه يقف قدام نادي الزمالك مش هيقدر الزمالك بجمهريته وبإدارته وبلاعبيه وبجسله الفنية وبرموزه الكبار بيتصدوا لاي مؤامرة واي محاولة لهدم هذا الكيان نادي الزمالك ان شاء الله موجود وباقي بالتأكيد مباراة طلاع الجيش النهاردة مباراة منعطف خطير جدا في بداية الدور صحيح لسه بدري على الدور العام لسه اسابيع كثيرة جدا لم نلعبش اربع مرشات لنهارة الخامس والاسبوع الثالث ولكن المباراة نقب خمسة فيه مباراة مؤجلة بالتأكيد كلنا متشوقون ومتطلعون لان نادي الزمالك يؤدي مباراة طيبة النهاردة ويأخذ الثلاث نقاط نادي جمهور الزمالك دايما ما بيحبش انه يكسب وخلاص لا يكسب بأداء مش معنى كده ان كل المباراة هتلعبها هيلة او تكسب لا خالص فيه مطشط بتبقى الوف دي بتاعك او بتبقى الدنيا مش ماشية من الممكن تلعب للمكسب فقط وبالتالي فيه مباراة كتيرة هتقابلها من مثل هذا النوع لكن دائما ابدا جمهور الزمالك بيحب يتمتع ما اكثر مشاهد الاستمتاع في فريق الزمالك عندنا لعيبة على مستوى عالي جدا اسكواد قوي جدا تدعمات الحمد لله بفضل الله من افضل ما يمكن كل التدعمات اللي جات لتيم الزمالك هذا الموسم تدعمات دولية يعني ايه دولية يعني بتلعب في منتخباتها سواء في مصر او خارج القطر المصري باذن الله ان شاء الله نادي الزمالك يعود مرة اخرى للمكسب في هذه المباراة مباراة انا بشايف انها لا تقبل قسمة على اثنين بالنسبة للزمالك الجيش ممكن يتعادل المكسب بالنسبة له طبعا هايل ولكن التعادل ببقى احد اماله يعني لكن نادي الزمالك لا يقبل الا الفوز والمكسب والفوز بثلاث نقاط بالتأكيد النهاردة عودت بعض اللعيبة اللي كانت مصابة اللي كانت غيبة الفترة اللي فاتت بالتأكيد ان شاء الله بإذن الله يكون عند حسن ظن جماعيرهم وهي اضافة كبيرة جدا لهذا الفريق عودة سامسون عودة فتوح مهمة جدا جدا احنا عانينا معاناة شديدة جدا من اصابات ضربة الفريق في الفترة اللي فاتت والحمد لله قدرنا نتغلب عليها الى حد ما لكن النهاردة اعتقد عودة بعض اللعيبة المصابين من الاصابة وبالتأكيد ان شاء الله بإذن الله هيكون هم هيكونوا اضافة لهذا الفريق النهاردة